افتتح مناء بنغازي البحري في مراسم مهيبة عقب اغلاقه لحوالي ثلاثة اعوام بعد سيطرة الجماعات الارهابية والتكفيرية على الاماكن الحيوية وعاثت فيها وفي المدينة فسادا حتى تم تحرير بنغازي بالكامل من قبل الجيش الوطني الذي عامل على اعادة الحياة لطبيعتها ميناء بنغازي البحري استقبل اول باخرة تجارية منذ ثلاث سنوات تحمل العلم الليبي تحت اسم الليدي حلوم حيث تعد دافعا قويا لاعادة الحياة والاعمار الفعلي للمدينة ويعتبر افتتاح الميناء على غرار افتتاح مطار بنيناء الدولية عقب تحرير المدينة من الجماعات الارهابية والمتطرفة واعلان التحرير والانتصار من الذين عاثوا في ليبيا خرابا شرقا وغربا وجنوبا ومن بنغازي بدأت وعندها انتهت كل التنظيمات بفضل قوات الجيش الوطني لتأتي خطوة جادة بعد الحرب لإعادة الحياة لطبيعتها من خلال الحركة التجارية والاقتصادية الهامة لهذه المرافق والاماكن الحيوية في الدولة يعتبر ميناء بنغازي البحرية ولا سيما مطار بنيناء الدولية العصبة والشريان الاقتصادي للمدينة والمنطقة ككل ولهم الاثر الكبير في تحريك العجلة الاقتصادية للبلاد والتي ربما يرافقها في القريب العاجل انخفاض في سعر الدولار وبالتالي هبوط في مختلف اسعار السرع بالمدينة افتتاح ميناء بنغازي يعد حدثا ولحظة تاريخية فارقة وتاريخ يفصل ما بين الحرب والسلم وما بين الدمار والبناء اشتركوا في القناة